أهلا بحضراتكم في قناة دكور وراس معكم أمير أسعد النهاردة معنا تركيب البوستر هتركب البوستر بكل سهولة والواحدة مش محتاج مساعدة أي حد بتجيب السمغ بتاعه الإطالي الكيس الاسود اللي حضراتكم شايفينه بتبدأ تجيب ربع كزلة مية أو تنير ريتل مية أو حسب الجنب اللي عندك وبتبدأ تقلب زي ما حضرتك شفت بتضلق المادة وبتبدأ تقلب بالراحة وبعد كده بتضيف عليه شوية غيرة لأن المادة دي مش قوية قوي هي أطالي أو كل حاجة بس مش بتمسك التروف من اللي هي ممكن تفك لأن أنا بديها غيرة بحيث اللي هي طبقة أقوى شوية وهقول لحضرتك هتعمل إيه بردك تاني عشان التروف ما تفكش هتجيب شوية مادة زي ما حضرتك شفت وبتضيف عليهم شوية غيرة قدوهم كده وبتبدأ تقلبهم كويس وبتبدأ تاخد كل الطروف بتاعة البوستر اللي معاك أي طرف بتبدأ تدي له وش بالمادة والغيرة بس طبعا بيبقى غيرة أكتر من الجنب كله لأن الأطفال ممكن تشد الطرف دوة هو ده أكتر حاجة ممكن مع الوقت التراب وكده لكن إنت لما تدي له نسبة غيرة أكتر بحيث الطروف تبقى ماسكة نفسها مايجيش تفل أو أي حاجة وطبعا لو عندك مفتاح كهرباء زي كده يعني ده أنا شلته عشان أخلي الورق جوه المفتاح والمفتاح يقفل عليه بحيث بردك أضمن أي طروف مافيش حاجة تطلع منها أنا اديت وشين للطروف بحيث اللي هي تمسك كويس وبنبدأ ندهن الحائط بردك وشين طبعا المادة بتاعت البوستر دي كتان A1 دي أنضف حاجة اللي هي تتغسل وييجي عليها ميا مافيش مشكلة اللي حضرتك شايفها دي المتر هتلاقي في حدود 110 بتبدأ بقى تثبت البوستر بتاعك من فوق ومن اليمين دي أهم حاجة انت لو زبطت البوستر من اليمين ومن فوق كده انت الموضوع بمنزبالك سهل جدا وممكن مش محتاج فن كمان للورق لو مشيت بنفس الطريقة بتثبت من يمين ومن فوق سواء تحت السقف او في كاميرا زي ما حضرتكم شايفين وبعد كده بيبقى معاك طبعا باغة بلاستيك زي اللي حضرتكم هتشوفوها أنا زبطت من فوق ومشيت بالحائط زي ما حضرتك شفت كان موضوع سهل جدا بتيجي بعد كده بتبدأ بالباغة البلاستيك دي توزع كل الهوى تطلعهم من الحائط ما ينفعش تسيب لو فيه هوا تسيبه موجود في البوستر بابدأ زي ما حضرتك شاف يمين وشماله بابدأ اطلع الهوى الاقرب مكان لي يمين او شمال ما ينفعش اصيب جزء هوا بتبدأ تصفيه خالص من الهوى اي هوا بتطلعه في اقرب مكان سواء فوق او في الجن زي ما حضرتك شفت بتدوس كويس وطبعا انت مشبع الماده تحت بتدي وشين ماده عشان الحائط ما لو اديت وش مش هينفع بتدي وشين يملى الحائط ماده وبتبدأ تلزم وبعد كده بتجيب الباغة تحطها في الزاوية كويس جدا وبتبدأ تقطع زي ما حضرتك شايف كده اهم حاجة تثبت الباغة في الزاوية وتمشي بيها بنفس الطريقة كده هتلاقي الورقة تقطع معاك البوستر بطريقة كويسة جدا ومزبوط جدا وتيجي في الزاوية نفس الكلام زي ما حضرتك شايف بتحط الباغة في الزاوية كويس جدا وتمشي بيها الموضوع سهل جدا بيطلع معاك مصطرة زي ما حضرتك شايف كده ودي علبة الكهرباء زي ما قلت لحضرتك بتشيلها بحيث بعد كده تفرغها بنفس الطريقة وتعمل الزاوية بتاعتها بحيث بعد كده الكهربائي او انت هتركب البريزة بتاعتها او الفيشة تبقى مسكة الوراء ومفيش طروف كده انت ضمنت الطروف كلها انت مأمنها سواء بالغيرة او علبة الكهرباء هتيجي عليها والشكل زي ما حضرتكم شايفين كده حاجة شايف جدا وزوقها دي جدا ودي الزاوية قدام حضرتكم طلعوا مصطرة لو مشيت بنفس الطريقة اتمنى كل الفكرة عجبتكم الفيديو لو عجبك الفيديو وانت مهتم بمجال الدكور اشترك في القناة وفعل الجرس ليسلك كل الفيديوات الجديدة اشوف حضرتكم على خير الفيديو القادم ان شاء الله موسيقى